بفقرة بيت بيوت المهندس الداخلي والأستاذ الجامعي زاهر عبدالله ضيفي مثل العادي بالستوديو لنحكي عن التصميم الداخلي واليوم رح نركز عن أهمية التصميم الداخلي أو الهدف منه ببناء المنازل أهلا وسهلا فيك كيفك اليوم؟ صباح الحمد لله تعرف الحلو بهذه الفقرة في هالمفاهيم يلي نحن عادة يلي ما عنا اطلاع على الهندسة وغيرها من المواضيع ممكن نكون ما بنعرفها فهم بها الفقرة أن هذه المواضيع شوي عم نقرب هذه المعلومات ونضوي عليها ويمكن الهدف أو إذا بدك السؤال الأساس ليش أنا بدي يكون في عندي تصميم داخلي بمنزلي أو شو الهدف من هالتصميم؟ الهندسة الداخلية والتصميم الداخلي لأنه هن تسمية وحدة لتسميتين لاختصاص واحد هي رابط بين الهندسة المعمرية والنمطية الجديدة بالهندسة الداخلية لأننا نتبعها داخل المنشأة أو داخل ما نزلنا يعني من بعد ما يكون خلص المهندسة المعمرية هالستركتشر هالشغل الأعمدة والحيطان والأسقف والأرضيات نحنا كمهندسين داخلية من كفة دوفور من كفة هالفرد اللي هو بلش فيه مع احترام المساحات اللي بلش فيها مع إنشاء مساحات جديدة بينمطية معينة كرميل هيك بنعمل هندسة داخلية إنه سؤال ليه بدنا نعمل هندسة داخلية أو شو هي النمطية بالهندسة الداخلية كرميل هيك حكينا بطلعات سابقة عن النمط بالانتيرزان لهو ستايل لهو المساحة طبعا مع احترام العناصر البيئية والاحتياجات الإنسانية للأشخاص اللي بدنا نعيشوا ضمن هيدا المنشأة فيني سألك سؤال شوي حساس ما قصدي لأنه بعرف أنه شوي بين المهندسين المعماريين والمهندسين الداخليين في حزيزيين في حزيزيين بس في شي ما سألك ما بعرف شو هو يعني مرات هيدا كان بالجيل القديم بس هل هيدا عم بقصده هل يعني المهندس معماري لحاله ممكن يعتقد أنه أنا عملت هيدا هالتصميم إذا بدك المعماري لهال فيه كفة فيه كفة هندسة داخلية مثلا بيسألوا حاله هيدا بالجيل القديم بالأول جينريشن كان فيها الحزيزية أنه جاي مهندس داخلي يفوت على المهندس المعماري لأ وكاد على المصلحة عنده اثنين عم يشتغل لأ أنا بعطي مثال عن حالي نحنا بمكتبنا متعقد مع هني أصحابنا مهنسين المعماريين منكفي معهم هني مثلا كانوا معي بالجامعة يعني منكفي هالبروجيس سوى هو بيكبر اسمه ونحنا بيكبر اسم ناس ولأ فيه هيدا التوأم فيه تكامل يعني لأنه هو ما في بالينا ونحن ما فينا بالي أنا إذا بالورش اليوم بدي مد شفاج أو بدي مد كهرباء أو مثلا عندي حالة مستعصية مثلا بدي مد كهرباء بشي عمود معين بسأله بيساعدني بيجاوبني من جاوب بعض نعمل اجتماعات على الورش إذا عم نعمل أسانسور من جوا كتير منتلقى منلتقى على الورش لأ اليوم بعتقد فيها بس لازم يكون فيه تراتبية لازم يكون هو عم بيدير المنشأة من بره ونحن عم نديرها من جوا مع اختلاف الستايلز والأنماط ما نتعدى على مصالح بعض بالصور اللي بنبلش نشوفها بنشوف هالنمطية اللي عم نتبعها نعم بنشوف هالنمطية اللي عم نتبعها كيف عم نبلش نروح لنشوف بالانتير ديزاين الخرايط اللي بننشأها اللي بتبدأ بيبدأ ستايل من المودبود من الخريطة من التقطيع بحيث بيكون فيه اجتماعات على البلان لحتى نشوف كيف بدأ نقصم سالون كبير لقودة القاعدة صغيرة الأشياء اللي كتير بتعنينا بحياتنا اليومية المطبخ اللي هو رح نعمل حلقة خاصة عن المطابخ لأن المطبخ هو بروجيه قائم بحد ذاته مشروع قائم بحد ذاته لأنه في حياة يعني بالمطبخ قدر توعى وتأكل وتشرب وتستعمله لأكثر حدود النمطية بالهندسة الداخلية وليه عم نعمل بتبدأ من الخرايط بتبدأ من المودبود بتبدأ من المنشآت الألوان اللي بدنا نستعملها للأشخاص اللي عم بتعيش بهذه المنشآة فتحات البواب ارتفاع الأسقف كلها هاي دي الأسئلة بدنا نسأله للزبون بدنا نقل له أنت بتحب البيب عالي يمكن هو بيحب البيب عالي ما نحنا ما قادرين نسيبه بالورشة هاي دي العناصر بتبلش من الخرايط بتبلش من من الألوان اللي بدنا نستعمالها مع الزبون ونخليه يحكي نخليه فطفد نخليه يعطي رأيه ما دايما نقوله لأ هايدي بتزبط هايدي ما بتزبط تختلف النمطية هلأ من خلال الصور اللي عم نشوفها من الكلاسيك عم نعتمد هون الستاتواريو الأوبن بوك المارب اللي جاي بين شبكين يعني كنا بنشوفها أو المهندس المعميري بيشوفها أنه هايدي الزون يمكن ما بتزبط فيها شي خلاص بردية أو لوحة ميتة لأ مش مين ما كان فيه يكون مهندس داخل لأنه يكون عم يتمتع بذوق رفيع وبيكون عم بيشوف الزوايا أنه بتعيش لأنه هي بالهندسة الداخلية هي إنشاء وقلب الداخل رأسا على عقب بأشياء يعني زمدك هالجماد أنت عم بتحوله لأنه يكون حيوي يكون عم يحكي شيء فيكون صفاء وجمال ما دروي يكون معجق ما دروي أنه هاي الكورنر ما حطينا فيه شيء بتعدد الديزاينات وبتعدد الألوان التاتش البنية التاتش البيضة الأرضية كيف بدها تكون يسات البلات طبع الأرض هاي دي الزبون اليوم صار على اطلاع فيها الزبون صار نسم هندس مثل ما بيقوله لأنه صار على اطلاع فيها مواقع التواصل قتحت لنا أنه نفوت على كل شيء ديزاينات أنا بيجو اللي عندي على المرتبة بعمليه رشارش وعرفين المود نحن بدنا هيدا ستيلس هيدا بيساعد هيدا الشراكة بتساعد لأنه بيكون الزبون صار بيعرف بالانتقال من بالنمطية وبالستايلز عم نشوف أنه بالليفينج بالليفينج اللي بيكون كونكتد على السالون كيف قادرين نروح على فاير بليس ما داري بس فاير بليس تكون بالطوابق العلوية أو بالشالة لأ فيها تكون بالسالون يعني هيدا العنصر التجميلة فينا فيكون ثري دي ديفايد موجود بعم نشوفه من كذا من كذا أنجل هيدا خلق الأنماط وخلق المنشآت الداخلية بقلب البروجيت هالأد بيساعدنا بحركتنا وأنه ننوع بالبروجيت ما تكون كتير بروجيتنا بشبه بعضنا يمكن هيدا من أحد أهم العناصر بالانتير ديزان أنه ما تكون بروجيتنا بشبه بعضنا مخيطة على إيه السلبات هو البيئة بتحكمك واللوكيشن بتحكمك حضرتك سألتني سؤال مش ثلاثة أو أربع حلقات عن اللوكيشن اللوكيشن كتير بتحكم وكتير بتغير بنمطية البروجيكت بالأنتراج طبعا بمحيط البروجيكت بيصير فيها التنوع طب زاهر نحن اليوم عم نحكي عنه إذا بدك هالهدف من التصميم الداخلي إذا بدنا نحطها راتوبية شو الهدف؟ يعني إذا مثلا اخترنا عبارات مثل الجمال أم إذا بدك الاستخدام أم يعني شو هي إذا بدك كيف بتحطه الهدف الرئيسي من الهندس الداخلي هو خلق مساحة مريحة للعيش فيها واستعمالها إذا الراحة والاستخدام هو يعني باحترام الألوان اللي بيحبها الزبون باحترام المساحات اللي بيحبها الزبون عم نشوف يعني عم نشوف الديزاين هيك كأنه أنا وياقا بارلل عم نجيب مع بعضنا المساحات البيضة ما نقتلى الأسقف البيضة ما نقتلى ما نلون فيها نخلي فيها الأد هيك مساحة للسيرينيتي بالديزاين للصفاء ونخلي أهم شيء مساحة لإنشاء انتير ديزاين بعد فترة يعني نكون عم نعمل ديكوريشن بعد فترة يكون فيه كورنر ما كتير عبينيها نكون عم نعمل ديسبلاي بعد فترة أكيد أنا ياما بيسألوني أن هذه الزاوية فاضية لا ما ضروري بالانتير ديزاين نعبيها كل الزاوية نعبي كل الحيطان نشتري كل التابلويات أكتشي هات ديسكاشن بتكون مع ربة المنزل لأنه بتكون هي مولجة الأولى والأخيرة بإنشاء هيدا المساحة ورجال بيكونوا عم بجمعوا مصر حتى يصرفوا على هيدا المساحة هيدا الديسكاشن لا بنصير عم نقول ما ضروري نحط ثلاثة تريات ما ضروري نحط كتير أبليكات لا خلينا نخلق نمطية معينة خلينا نخلق بالمنشأة ستايل معين ما يكون معجة ويكون حلو عم نستعملوا أهم شيء بنفس الطريقة خاصة كمان باللايتينج بالفابريك بغرف النوم فهيضا الأشياء المهمة بالانتجاج اليوم في اتجاه عالمي بكتير من المواضيع مش بس عم بحكي بالتصميم للمنمول صح الاني مليستك البسيطة يلي بتستخدمها يلي ما بتاخد مساحة كبيرة صح أديه هيدا الشيء كمان عم بيعكس برأيك على الشغلكون وأيضا على إذا بدك أنواع التصميم الجديد هيدا الشيء خلق من بعد ما أنشئ وحدات سكنية صغيرة ومن بعد ما صار في عنا وحدة سكنية صغيرة خلينا ننجبر أن نروح على شيء مينيماليسم بس كلاسيك بنفس الوقت المينيماليستك ستايل هو شوي خاص بالمودر لأنه بيجي شوي ما فيه تفاصيل وبيجي شوي ما فيه زخارف هيدا شيء حلو كتير حلو كتير سهل ممتنع البادجت وايز كمان كتير بيفيدنا لإنشاء مشاريع كبيرة ولا تفنيش المشروع فأنا كتير بحبه هيدا ستايل هلأ أنا بتهموني أني كلاسيكي بحب الكلاسيك ديزاين ولكن بالشغل بدك تشتغل كل الألوان بدك تشتغل كل الستايلز كل الأنماط لحتى أول شيء عم بتنوع بالباليت طبعا وثاني شيء عندك من الكلايينس حدا بيحب الكلاسيك حدا بيحب المودر عم نشوف هون فيه هيك خلطة بهالليفينج أريا الكبير دوانية بيسموها قديما عم نشوف بين هاي ستتواريو الأبيض اللي كتير حلو الماربل مع الجونتس الخشب اللي جايين هيك الأوك هيك الطبيعي اللي بقي على عرقه مع هالآيلند فاير بلايس اللي من وحي العاصفة مع هالآيلند فاير بلايس اللي جايه هيك مثل السوبيا القديمة معلية عن الأرض بديزايني كتير حلو تفعل هذه الصورة زهر بدي أقول لك أنه يمكن لو جبت لنا الألوان لحاله إذا بدك وما شفناه هون راكبين كنا قد نعتقد أنه هاو دي رح بيكونوا منهم حلوين مع بعضهم بس لما شفناها كمان النقطة اللي عم بتصيغها جدا مهمة لأنه أنت عم تحكي بالبالات بالات منجيب البالات منشوفها ما منقتنع كيفية لما ننفذ أو نشوف الديزاين بيصير عنا أناعة جدية إنه مبلغ بلغ حلوين مع بعضهم فينا نعمل حوالين تيفي هالباكبينتد جلاس نكبر هو مبين كأنه جاينت سكرين هو منه هالقد كبير تيفي ولا فيه تلفزيون ما قول يكون هالقد نحن عم نعمل باكبينتد جلاس اللي هو الجي الأف مثل أليكوبوند أسود حوالي عم يعطي رفلكشن عم بفرجينا كأنه بثياتر أو كأنه بسينة بهالدوانية الكبيرة اليوم في ناس بتقولك يعني إذا أنت عم تفرش أو عم بتجيب بتصاميمك اللي عم تحطها بالبيت بتدفع غالي لأنه بتضاين اليوم في رأي آخر تفاع تفاع قليل لأنه أصلا رح تزهق منها ورح تغيرها لما تندم صح أنت ماذا تقوم لا أنا أنا بقول في اتجاه اليوم أنه لا أجيب الرخيص لأنه هيدا هتعوزه أنا بنصح زبوني ما يجيب ست قطعة خاص يجيب قطعتين غاليين مرتبين يشوف حاله فيهم بالفرش بالفاير بليس بكل شي لأنه الغالي رخيص مثل ما بيقولوا بدك تروح ترجع تجيبه عدة أصناف وعددة أشكال لا أنا بنصح دايما إذا بيني يكون عنده limited edition إذا عم نحكي decoration و display من سجاد لفرش لتريا لأنه هيدا العناصر كتير غالية يكون في عنصر أو عنصرين كتير حلوين وما يكون عندي ست عناصر ما عطيين إمتهم لأنه مجرد ما عم نحكي عن anti-design عم نحكي عن luxurious lifestyle نحن تحكي دايما بطريقة علمية مرة لازم نجبرك تعمل حلقة أنت بحب عشرة اختيارات خلص لازم نحضر حلقة لاغنا عنك أول شي عشرة أشياء أنت بتحبون لنشوف كمان زوء بالموضوع زاهر شكرا أنا بعيدك بعيد العالم وإن شاء الله يكون سنة خير وصحة علينا كلنا يا رب ونشوفك الأسبوع الجلي ميسي إذا الله هلا